قصفت مقاتلات التحالف العربي مخازن أسلحة لميليشيا المخلوع والحوثيين في منطقة رأس مربط بالتواهي وفي منزل محافظ عدن عبد العزيز بن حبتور الذي تتخذ منه الميليشيا مركزا لها كما استشد رجل وامرأة جراء سقوط قضيفة أطلقها الحوثيون على تجمع للمواطنين في الشيخ عثمان كما استهدفت الميليشيا منازل في المنصورة مخلفة أضرارا مادية وجسيرة عدن لا صوت يعلو فوق صوت السلاح مشهد آخر للدمار والقتل في عدن يشوه ثغرها الباسر في ظل استمرار العدوان الحوثي على الأحياء السكنية منذ نحو شهرين وفي المقابل تواصل المقاومة الشعبية تصدي للميليشيا فيما تتواصل غارات التحالف في استهداف مخازن أسلحة الميليشيا في منطقة رأس مربط بالتواهي وفي منزل محافظ المحافظة عبد العزيز بن حبتور بشتى الطرق يقاوم أبناء عدن الميليشيا حيث شهدت شوارع المدينة مسيرات تندد بالجرائم التي ترتكب في حق المدنيين متوعدة بتطهير المحافظة وإعادة الابتسامة إلى ثغرها الحزين تستمر المواجهات على الأرض ويسطر شباب المقاومة الشعبية ملاحم بطولية دفاعاً عن عدن ولسان حالهم إما استعدنا الكرامة أو متناوسط الميادين